أخبار الصباح أهلا بكم وهذه أبرز عنوينها شقيقان يهاجمان رجال الأمن باستعمال بيتبول وضاب الترطى يضطر لإطلاق النار حيث سقط الطائرة تابعة للدرك الملكي اليوم الجمعة والآن إليكم التفاصيل ولكن قبل ذلك ما تنسوش الدرجامة باش يوصلكم كل جديدة سبت في سواحل مدينة الدخلة دون حدود خسائر في الأرواح وأوضحت مصدر محلية أن الطائرة للمراقبة تابعة للدرك تعرضت ظهر الجمعة لعطب تقني أدى إلى سقوطها بعرض البحر الأبيض المتوصل 21 ميلا بحريا وتدخل عدد من الصيادين من أجل إنقاذ تقام الطائرة المكون من ثلاث أفراد في وقت فتحت السلطات تحقيقنا لمعرفة ملبسة الحادث نشكركم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء في نشرة قديمة بحول الله ترجمة نانسي قنقر